كما واكتملت الاستعدادات من قبل الإدارات المعنية بوزارة الداخلية من أجل المشاركة في إنجاح سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2018 الفورميلوان ومن بين الإدارات التي تشارك في هذه المنظومة شؤون الجمارك التي تقوم بدورها في تسهيل دخول وخروج المعدات الخاصة في السباق ساعات قليلة وتنطلق فعاليات سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2018 الفورميلوان والتي تؤكد أن البحرين موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط وفي هذا الإدار أكملت الجهات المعنية بوزارة الداخلية استعداداتها لإنجاح استضافة البحرين للسباق العالمي الكبير ومن بين هذه الجهات شؤون الجمارك والتي تقوم بفحص جميع القطع الخاصة بالفورميلوان سواء كانت لسيارات السباقات أو معدات تقنية أو حتى المعدات الترفيهية وغيرها من القطع التي يتم إدخالها للبحرين خلال فترة السباق وتوثيقها مع تسهيل عمليات الدخول والخروج طبعا نحن كحلقة متواصلة مع شركة مطار البحرين ومع جميع الأخوان العاملين في مطار البحرين يتم في لها عدة اجتماعات بحيث أنها تضع القطة ودراسة وطبعا نحن مستفيدين من الخبرات التي كانت عندنا على مرة السنوات التي طافت من قبل بخصوص النقاط الموجودة في المطار أو في حلبة البحرين الدولية طبعا نحن جميع المشاركين تعمل لهم إجازة انتقال فتنتقل البضاعة من مطار البحرين إلى حلبة مطار البحرين طبعا في مكتب يكون موجود هناك كإشراف جمركة عليهم وبنفس الشيء في حالة انتقالهم من الحلبة بعد انتهاء السباق إلى مطار البحرين وتعمل شؤون الجمارك على انهاء جميع الإجراءات المتعلقة بالفرق ومعداتها في أوقات زمنية قياسية وخصوصا مع حجم المعدات الكبير والمتنوع والتي تصل إلى البلاد في فترة محددة وتخرج أيضا بعد أيام معدودة نشكل فريق حق استقبال الوفود والزائرين وتكون العملية جدا دقيقة وسريعة بفضل التجهيزات الموجودة فيه اللي هي جهاز الأشعة مال البضايا جهاز الأشعة حق الأشخاص ثاني شيء عن طريق المنفذ البري عندنا اكسرهات تتياي جهاز الأشعة تدخل سيارة تطلع فاحنا الحمد لله متماكنين من الشق الأمني الشق الثاني نكون فيه هناك تعليمات عن طريق النشرات عن طريق الأخبار عن طريق السايد مال جمارك انه هذي ممنوع يبوه هذي مم ممنوع هذي علي قيود هذي معالي فليك من برع عارف القانون لأن احنا حطين للقانون جاهز ويبقى التكامل بين الجهات المعنية في وزارة الداخلية بإجراءة سباق الفورميلة ون أساسيا في منظومة العمل مما يؤكد ضرورة التنسيق والتواصل على مدار الساعة ليتحقق النجاح المرجو لهذا الحدث الرياضي العالمي ترجمة نانسي قنقر